السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا اليوم أو درسنا اليوم حول present continuous الحاضر المستمر وهو الدرس الرابع والعشرون من سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية بكل بساطة وبجميع قواعدها قلنا درسنا اليوم حول present continuous أي الحاضر المستمر وهنا عندنا الوضعية الإيجابية نقصد بها affirmative form أو positive ونقصد بها دائما الوضعية الإيجابية فنحن دائما نشير إلى أنه تكون عندنا ثلاث وضعيات الوضعية الإيجابية نسميها affirmative أو positive والوضعية السلبية ونسميها negative ثم وضعية السؤال ونسميها question أو interrogative عندنا هنا هذا الطفل فهو يأكل وعلى لسانه يقول I'm eating أنا آكل هذا يسمى present continuous أي الحاضر المستمر فهو يأكل الآن هذا الشاب وهذه الشابة يجريان هما يجريان الآن فهما يقولان We are running We are running نحن نجري أي الآن عندنا هنا هؤلاء الأطفال هم يلعبون قرة القدم فهم يقولون We are playing نحن نلعب We are playing هذه الفتاة تستمع إلى الموسيقى فهي تقول I'm listening to music I'm listening to music أي الحاضر المستمر فهي تستمع إلى الموسيقى الآن وهؤلاء الأطفال يلعبون القرة الآن عندنا هنا هذه الجمل I'm eating أنا آكل We are running نحن نجري We are playing football نحن نلعب قرة القدم I'm listening to music أنا أستمع إلى الموسيقى لاحظوا معنا عندنا هنا now بمعنى الآن إذن هذه الأحداث كلها تحدث الآن أي في الحاضر المستمر عندنا هنا هذا الخط فهو يسمى بtime line أي وقت الزمن time line عندنا now أي الحاضر present عندنا هنا المستقبل future عندنا هنا الماضي past إذن كل هذه الأحداث التي نتحدث عنها يتحدث الآن now please be quiet I'm working من فضلك أسكت أنا أشتغل I'm working تساوي I'm working now الآن I'm working now الآن look at Sarah انظر إلى Sarah she's wearing her new hat إنها ترتدي قبعتها الجديدة new hat القبعة تساوي she's wearing it now إنها ترتديها الآن انظر إليها إنها ترتديها أي الحادث يقع الآن the weather is nice at the moment الجو جميل في هذه اللحظة it's not raining إنها لا تمطر where are the children أين هم الأولاد علامة الاستفهام question mark they are playing in the garden they are playing in the garden إنهم يلعبون في الحديقة إذن الحادث يقع الآن إنهم يلعبون on the phone على الهاتف we're having dinner نحن نتناول العشاء الآن can you phone again later هل يمكن الاتصال من بعد you can turn off the television turn off the television يمكن أن تطفئ التلفاز I'm not watching it أنا لا أشاهده I'm not watching it إذن عندنا هنا قاعدة كيف نستعمل present continuous the present continuous is إذن فهو I'm بمعنى I am is he she it نقول I am he is she is it is are you are we are they are the eat verb the eat the ing form نسميها باللغة الإنجليزية the ing form e-n-g هكذا نكون present continuous إذن نقول I am eating I am the eat verb eat the eat ing form بالأحمر I am working I am the eat verb the eat ing I am playing I am the eat verb the eat ing form I am listening أنا أسمع I am the eat verb the eat ing form إذن هكذا نكون present continuous نقول singular I am playing football أنا ألعب الكرة I am لاحظوا I am زائد فعل زائد ing form تساوي present continuous لا نقول I am play ولا نقول I playing نقول I am playing you are playing football he is playing football she is playing football it is playing football plural we are playing football you are playing football they are playing football إذن remember تذكر على أن present continuous ستكون من I am you are he is she is it is we are you are they are زائد verb زائد ing form